هنا الجزائر في عدد جديد مشاهدين الأعزاء في كل مكان مرحبا بكم اليوم حلقة خاصة من البرنامج تصوروا لو أن معطوب الوناس كان حيا حتى الآن لكان عمره 60 سنة معطوب الوناس عندما تم اختطافه من الجماعات الإرهابية وعاد إلى أهله سالما تحول إلى بطل ليس في منطقته فقط وإنما على مستوى الوطني بعد اختياله تحول إلى رمز ومصار هل كان يعرف قاتلوه أن تنفيذ هذه الجريمة سيحول معطوب الوناس إلى رمز للكثير من المناظرين كما قلت ليس في منطقة القبال وحدها وإنما على مستوى وطني هذا المساء في هنا الجزائر نتحدث عن المتمرد عن الثائر في عيد ميلاده الستين ولو كان راحلا نتحدث عن مصاره أيضا رفقة شقيقته ورئيسة المؤسسة التي تحمل اسمه سيدة مليكة معطوب سيدة مليكة معطوب مرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة أزول فلاون مرحبا بك في برنافج هون الجزائر شكرا بس الخير عليكم أزول فلاون ستين سنة يعني لو كان حي بيناتنا الله غالب هذا هي الأقدار ولكن عيد ميلاده ستين سنة هو زاد في 24 جنوبي 1956 سيجوز أخي الله يرحموا زايد في كتب مو في 56 كان زايد في قلب الثورة الثورة التحريرية ودشرة تاعنا في وقت فرنسا كان يعيطولها لزون روج منطقة الحمراء المنطقة الحمراء كانت خطيرة فيها ثوار كانت فيها ثوار كانت ضيور حتى بعد الاستقلال نحن لا نستطيع المشروع قسنطينة يعني قرية كانت معزولة من أسباب ذلك كان هو النضال الأهلي تحتها ومن صغره بين باللي عنده علاقة أنه هذا متمرد طفل يعني ما هوش كما أطفال دشرة العاديين كانت عنده ربما حتى العائلة كانت لحظت أنه عنده واحد صفات خاصة رح نحكو عليها مليكة معتوب في البرنامج اليوم ونحكو أكثر على مساره الفني لماذا معتوب مازال حتى الآن رمز للبعض ويثير الجدل في بعض المواقف دياله ولكن بعد فاصل قصير ونبدأ والنقاش ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مالكة معتوب بانتي رئيسة المؤسسة لتحمل اسم معتوب الوناس كنت في ذراع الميزان هذا الأسبوع ووزعت جائزة معتوب الوناس ثلاث أسماء كتب ياسين إسيا خم وعلي زعموم واش لقيت أراء الناس يعني ما زالوا مرتبطين بمعتوب حتى بعد كل هذه السنوات من الوفاة لأن 18 سنة 18 سنة نحن في مؤسسة معتوب لاحظنا بأن الناس كنت في مؤسسة معتوب كنت في مؤسسة معتوب في مؤسسة معتوب وشاء أخرى سكو كين دي جان ليجو التما ما عرفوش يكون في عمرهم 16 سنة 16 سنة 18 زادوا بعد ما زادوا بعد الاغتيال نتاعوا ولكن كي يجو التما يقولوا لك مماتش على جسديا ما كاشو ولكن الأفكار نتاعوا الأغاني نتاعوا ولات صديق سيتان روبير لهذا الناس على كين شوفوا كامل على وش غنى على وش ناضل الجزائر تاع اليوم تاع 2016 كين حوايج سيتونك سياليتي وقحها يعني وقحها وما تبدلتش بزاف أمور من الوقت تاعوا حتى وثاني هو كان يعني وش نقدر نقول على الناس بسكو إليتي سنسر كان يأمن بالمباد اللي كان يدفع عليها وثاني كان واحد كل حاجة اللي يخدمها اللي يديرها يديرها بقلبه ما يحوسش باش يحبوه الناس ولا باش عندو دوتر بروجي ولا بوليتيك ولا نان كان مواقف صريحة مواقف صريحة وكان فنان وكان ديابازو مع الشعب حتى وين كان خطرات وين تقول يا ودي ماشي هكا يقول كان أنا شاهد عصري واللي قال لك الواحد اللي يكون عندو يشوف حوايج تصرى وما يقول هاش هدك قاتل هاي شارك في جريمة السكوت على الحقيقة جريمة السكوت هو عندو كانت جريمة قتل كان يقول ها بالقورية كيف المطرب تحول إلى زعيم سياسية هل كان متعمد أن يكون مناضل حتى اغتياله بهذه الطريقة الفكر تتناقله الأجيال كما قلت لما يزاد حتى بعد الاختيال يعني لماذا تحول معطوب من مغني كيف منطقة القبائل فيها بساف مغنيين بسي تحول إلى فكرة إلى مشروع تعني ضال إلى مشروع مجتمع هو بدأ الغناء في 78 أول أغنيان تعو أيزم 7 على من كان يهضر كان يهضر على عبا رمضان والمناضلين الأوائل في حرب تحريرية وكان يقول لك هاد الناس لو كان يعود النوضو يقول لك أن رغمت لك لن نحن لقير على لك لأن دينانس ما يتف 60 من البداية إلى أن نحن لك وكان واحد في الأغانية الأولية كم الحوايج في وقت الدكتاتورية الناس لا يقدر يقول لها هو عند الجرأة كان يقول دايور في كلامه يقول لك حتى حاجة ما تخوفني إلا أنا نخاف من نفسي كان صريح ونقدر نقول لك من اللي بدا يغني دجا إلي تأنتردي دونتان إلي تأنتردي في الجرائد السمعية والبصرية البرومي الأرطيق اللي تكتب عليه كان في 89 بعد البال دكتوب كي ضربوه في 88 بخمسة رصاصات في منطقات القبائل كي ضربوه درك الوطني دونك مالغري صدير كان ما يجودش في التليفزيون ما يجودش في الراديو ما كانش الجرلين وكال ما كان يكمل دونك الناس حلبلهم وعيين بالراجل هذا عنده حاجة ماشي كما الآخرين طيب الآن أنت قلتي أنه ما يخاف حتى ربما يخاف من نفسه أنها بلك تتعب في وسط الطريق بلك ما يقدر يكمل المشوار ثم كعائلة يعني نعرف الإحساس تعال العائلة كيف كنتوا تتعاملوا مع طبل والناس يشوفوا كعالناس رمز اسمح لي قادة قلت لك يخاف من نفسه سيبا بس يحب سفوز الطريق يخاف من نفسه بس لتي الليميتي ما يعرف ما معدوش خطوط حمراء يعني مستعد يروح إلى أبعد نقطة ممكنة على بها بلك كي الناس ما فهموش بزاف مسائل وحد أخرى رح نحكي وعليها صدير هو قال لك صدير ما لا بليش مرة هي الخطوط حال هذا كان صح أو لا خطأ من وجهة نظركم أنتم كعائلة حنا كعائلة أنا شقيقت صغيرة عليه بسبع سنين حنا من اللي بدأ الغنى حلا بل المشوار تاعه الحياة تكون الإختيال ينقتله هذي بعد اختطاف ربعو سيد بيان أفو من ثمانية وسبعين كي بدأ يغني العائلة الأب الله يرحمه يمه عندهم على بلهم اللي وليدهم مشي وليدهم عنده صدير نانقاجم وين يديه سواء يقتله ولا يغبروه كالك بار ولا يقتله وهو كي كان في عمره سبعتاش سنة قال البابا الله يرحمه يمه قالهم متكلوش علي باللي ينا تبنو دربية يكون عندي ولادي وكامل قالهم أنا ولد العامة مشي ولدكم أنا ولد شعب يعني ولد شعب ونكمل هكذا جسو بخير ساكريف ما في دون موالية سندير دايور كيمات 98 يما كي سمعت الخبر الحاجة اللي قالتها قالت خلاص عليه سنين السجن وكأنه كان يعني في سجن المجتمع كله بوغال سنزل إلي 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 قالتها نعجية ربي تطول في عمر على بل يراهي مريضة طبعا لنك إحنا تربينا على أساس باللي كان شاعر متمرد وثائر ومن قدرين دوره وواله متمرد وثائر ممكن أنه نفهمه باللي ما عندوش خطوط حمراء عارف باللي بسح كين تجارب كين عملية محاولة اختيال في 88 كين عملية اختيطة في 94 يعني الإنسان مهما كان يبقى إنسان يعني يدير الحسابات يعاود يراجع حساباته يعاود يقول بلك غلط هنا بلك نعاود ما نواجهش قاعد الأعداء في نفس التوقيت هو كان ضد الإسلاميين ضد النظام يعني كلهم في وقت واحد على بلك كان مش غير النظام والإسلاميين صديق المتطرفين حتى في الكوتي الحركة الأمازيغية كان عندو أعداء وخصو كان صدر وين يشوف واحد إلا ديرات هكذا كان يعطي لهم الخطوط الحمراء كيف في 88 كين نضرب وكان هنا في لك ليني في زورانجي كي استيقظ من الأخر من القومة وكي أمل غيبوبة وش قالهم؟ قالوا نجيبولوا المندول تاعي وبدأي سييي قالوا ما خلاص فنالمن يمون وثمالي خرج ماذا رصاص يقنقى نقلوا موثغارة حتى ولا رصاص يقتل هولك ما قتلتونيش سيديك 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 من الأنجيما مكيش مكي دير غلطة بخلاص 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 هل حاجة أولا يفزي سميأ كيل يقول كهن غلط في قصة أحدا أولا يقول كهن يكون غلط ويصحح يصحح غلط تاعو دعب 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 لكن لغلط دعب كملت هكذا من اللي بدأ حتى توفى طيب حاتثة الاختطاف تاع 1994 يعني كان بزاف رواية عليها هي عشر أيام دام هذا الاختطاف 15 يوم كان بزاف ناس يقولوا بلي يعني خرج منها بعدما كانوا الجميع يقولوا ما رح شي يسلك فيها لأنه كانت هذه الجماعات تربص به منذ فترة طويلة فقرأنا الكثير عن تصرفاته خلال عملية اختطافه من طرف جماعة إرهابية على سلوكه قالوا بلي ولا يصلي خلف الإمام تاع الجماعة وبدأت الناس تهضر على علاقته بالدين بالإسلام يعني كيف تشوف انت هذه العملية تاع الاختطاف هل بنت عليها الحقيقة كاملة خصوصا أنه دار عليها كتاب فيما بعد خرج بعد الحديثة كان حاجة قضية الاختطاف تاع الوناس لا يرحمه حنا نحن 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 دواء مي بعد بابا كان لا يرحمه كان مريض كان هنا في مصطفى باشا سويت الان لان لان تاع الوناس لمات نحن 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 الوناس تاع الوناس تاع الوناس و هذا لديه باش يلس مور فلوبيت ما هو بالمسؤولية بعد ما عرف باللي بابا تاع الوناس على بالك سي ما بسح قالك قالك من قد ندير الوال وغناها قالك بس انا ضحيت بحياتي نقدر نضحي حتى باهلي يعني لهذه الدرجة انه يروح في المشروع حتى لو كان على حساب بعائلته قالك وكان يحب لي يقول الكلمة هدية قالك أنا مخبوزة هكذا قالك نضحي يعني ما قدرش نبدل ما قدرش نبدل روحي هكذا انا دير هكذا مضحي ضحيت بنفسي هلو رأي كيو دير عائلتي هدي قالك هدا الوناس كان واحد لي أمن بالمكتوب قالك مكتوب من لي زد مكتوب هدا لي نكمل حياتي حول اختتاش حول اختتاش بوسفية صديق دير حكاها في كتاب المتمرد كيف سألوه كيف كانت الحالة مع المضرب اللي كانوا في المضرب اللي كان فيها مي كين نهضرو على الدين هو مقبل الاختطاف دير وش كان يقول لك عن الدين قل لك أنا الدين اللي تعلمتو ما تعلمتوش في الكتوب تعلمتو في الدشرة ستون براتيك كوتيدين جي بابزوان يجي واحد يعلم لي الاسس الخير باش تصدق باش ما تقول تقول الحقيقة تكون واحد مرتزين اكستي قل لك هذه تعلمتها من عند موالية من طفولتي يعني من طفولتي في الدشرة التاعية الأخلاق الحاجة المليحة وكان يقول لك هنا في رأيي ربي سبحانه كل واحد من الباب اللي يروح ليه قل لك الدين الاسلامي الدين الواحد اللي ما عندوش واحد يكون بينو وبين مولانا قل لك عند الكريتين كين الباب كين الكليرجي واسيط يعني كين دين الاسلامي تفاكسي بديريكت ما كاش قل كدونك هنا ما نستحق شواسط بيني وبين مولاي هي باش نوضح للمشاهدين الكرام أنه أثناء إعداد هذا الحلقة مع السيدة مالكة معطوب بمساعدة زميلي وصديقي حسان زيزي مرسل الشروق في تيزيوزو كان هي غاضبة جدا من بعض القراءات والكتابات والتصريحات التي مازال تتكلم على معطوب الوناس وعلاقته بالإسلام وقالت بأنها تريد وضع النقاط على الحروف إيمانا من أنه البرنامج فيه هنا الجزائر ولا سياسة القناة عموما ولا أخلاقيات المهنة بأننا لا نحاكم شخصا حيا على مسائل ترتبط بعلاقته المباشرة بالله بالدين ما كاش واحد وكيل الله على الأرض حتى يحاسب الآخرين قلت بناء على هذا فما بالك إذا كان هذا الشخص ميتا يعني لا نحاكمه فأنا طرحت فكرة أنك تكون ينظيف اليوم ونتحته على مسألة علاقته بالإسلام لأنه بدون أن نثير الجدل وبدون محاكمة لأنه في النهاية هو الآن متوفي واحتراما لذكراه وذكرا من يحبه وعائلته لا يمكن الدخول سواء اللي معطوبل والناس أو غيره من الشخصيات ولكن هذا خليني يعني خليني نسألك مريك المعطوبل لأنه الناس شافت فيديو يتحدث فيها على الإسلام ويقول أنا جنسي باوبليجي دات ميزلما هايوة منش مضطر نكون مسلم ومبعد كانت عنده استضافة في قناة فرنسية وكانت عنده أغنية الله أكبر أنا سمعت الأغنية مرارا يعني فيها بعض الكلمات البعض قد يستعملها ضده وهذا هو السؤالي هل مشكلته مع الإسلاميين خلاته ما يفرقش ما بين الإسلام كدين وما بين الإسلاميين كإديولوجيا يعني كتوجه سياسي هذا هو السؤال وكونت خير صديقي شكرا على هذا السؤال على خطر نشوف نبدالك بأغنية الله أكبر راني اليوم راني في 2016 كسسوى هنا في الجزائر وحتى في المشرق قضية الدين واللعا سبوز قال لك تعرفت ذوال ربي إذا كنت مسني ما شمثي قذلني أظن حلا كان بزاف اللي ديرو دي زامال قام يقولوا لك إن كنت مسلم فأنت عربي أرد أن تكون مسلم صح ما ما ركش عربي إيه هو وش قال تعرفت ذوال ربي كان الناس توصيت بيهم الجيحة يقول لك باللي العربية هي نطق الإله لا الإسلام هو نطق الإله ce n'est pas la langue en elle-même qu'un des principes تعالى الإسلام لا ولكن سيدة ملكة العربية هي القرآن هي لغة القرآن ولكن مش شرط أن يكون عربي بش يكون مسلم كايين بزاف هزة ناس مسلمين ولكن احنا في الجزائر في الجزائر يقصى الأمازيغية والهويات الهوية الأمازيغية من التعليم من المؤسسات من 62 حتى البرك وش يعطو صدير صدير الجستفيكاتيف اللي يعطو يقولوا لك لا لا بس ك الإسلام واللغة العربية مع بعض أور كايين بزاف في بلاد قبائل صدير نقول 89% مسلمين صح وكلم بزاف أولي ما خرجوا من المنطقة أولي ما تعدين ناس صدير كي تشوف في la pratica تحهم au quotidien au contraire صدير بلو مزلما كسا تمر صدير هما دو الأصول الأصول تعدين بدون الدين المتسيس أفهم أن معطبل والناس كانت معاكتوا الدفاع عن الهوية الدفاع الأمازيغية هذي حاجة وحدة أخرى ودفاعا على الدين كعاقيدة على بسكو فأحد آغانيه يقول لك يا ربا نظل في لعفو قبل ذي يذر الشفار غنيا خرجت في 91 92 92 قول لك اللي ربي نطلب المغفرة قبل ما يتغمضوا عيننا هذا ماشي دين نكذير بيت أنا نشد في ربي ما تسييس الدين تسييس في الدين تسييس الدين كان ضد تسييس دي وكانت تاني ضد تسييس الهوية الأمازيغية حتى تسييس الهوية الأمازيغية كان ضد هذا الشيء قال لك على خطر هذه كالدين كالثمازيغ سيدي فالور قيم مشتركة قيم مشتركة ما يقدرش واحد يجو يلعب ويلعب بها هو الدين مقدس قال لك الدين مقدس وانا وفي نظر وكنت تتكلمه مع بعض أنتي كنت أخته لأنه كلامه هو كان صحيح يصرح بهذا الشيء ولكن على مستوى العائلة يعني الممارسات منش حاب نقول الدينية والعقائدية ولله لأنه كل واحد كما قلت حر في عبادته كنت تتكلمه على هذه المسألة يعني ما تخربش المسألة تعدي لأنه بلك يجيب لك مشاكل ما تقدرش تدخل مسألة تدين بسكو نهار العيد يسلي الكبش للدار ما بسحد لك الكبش لبروبلام ناكلوه منه غير هدك نهار بسكو يعطيه يتصدق يعني يمدو كامل الدشرة ولا في الجامعة الدشرة استحقوا يديروا وليما ولا يجوا عنده يدو كان يتيم في الدشرة يدير يعرس ولا يخط نوليد ولا يجي عنده سأدير هذه تدين في الدار لأن حاجة طبيعية وما خيل عن توبته بعد اختطافه وأنه كان شخص كان يعني يقول لهم معطوب ولا يصلي معنا قالوا في الأهور في الماكي قالوا صلي معنا صلى معهم لكن المشكل في نيبال المشكل هدو 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 ناس شكو نعطلهم لليجيتيميتي تقتل باسم الدين صد العقيدة بينك وبين ملاك وفي بلادنا حتى في البلدان وحد أخرى دركة بد حرية العقيدة كنشوف دركة كان الشيعة السنيين نرهم يقتلوا في الشيعة وهما مسلمون مسلمين هل الشيعة مسلمين مسلمين عندهم مش هادة أهلا انت تقتل تقتل في خوك واش دو الكريتين ولا واحد يكون يقول كنا بودي يودي عندنا حاجة قاع نتشاركو فيها هي القيم الإنسانية والقيم الإنسانية تقدر تكون ما عندك ديانة ولكن عندك مبادئ والمبادئ العدالة مبادئ الحرية مبادئ التضامن مبادئ التسامح أما العقيدة العقيدة هذه الشيء باش نغلق هذا الملف واش تقولي للذين ما زالوا يتحدثون عن هذه المسائل ويذكروا دائما باللي معطوبلو ناس كان عنده عداوة مع الدين ولا واش تقولي لهم مباشرة رسالة أنا نطلب منهم يشوفوا واحد قبيلي ليفهم الأغاني انتعلوا الناس ويفهم لهم الأغاني لما تدي برك حاجة هكذا من البداية من الليف حتى الزاد يشوفوا الرجل هدايا ينبي غير كونتر ميزلما اللي كان عنده عقيدة كان ضد اللي استعملوا الدين لأغراض سياسية وهذه الأغراض السياسية كان في بعض الحالات ما تخدم ممبا مصلحة الشعب الجزائري كان تخدم أغراض سياسية خارج القطر الوطنية أمتاز طيب شكرا سيدة ماليكة معطوب ونعود أن نذكر بأنني فتحت ملف الدين والإسلام وكذا بالرغم من أنني أعتقد بأنه لا أحد يمكن أن يسأل في هذه الأمور لأنها علاقة بين المخلوق والخالق قبل أن نكمل سنفتح ملف آخر وهو ملف الإختيال في 1998 في 25 جوان والتحرك نتحكم كمؤسسة وكعائلة ولكن نستمع يعني فاصل ونبقى مع بعض ومع سيدة ماليكة معطوب شكرا بكم مجددا وظيفة هذا المساء ماليكة معطوب شقيقة معطوب لوناس ورئيسة المؤسسة التي تحمل اسمه تاريخ 25 جوان سيدة ماليكة معطوب 1998 تاريخ لن يسقط من الذاكرة هو اختيال معطوب والناس وين وصلت القضية حتى الآن ما زلتم تطاربون الرئيس بوتفليقة بالتدخل الشخصية لمعرفة الحقيقة العدالة قدمت بعض المتهمين يعني هناك جهات سياسية انتدرت بيان بعد الوفاة قيل بأن كان عندك بيان وقلت باللي الجماعة الإرهابية جماعة حسن حطاب هي التي ارتكبت الفعل وهل تتصادم المطالبة تعكم بالحقيقة الآن مع طي الملفات يعني تعرفي باللي في الدستور في الدستور الجديد فتح بعض الملفات التي صرعت في وقت التسعينيات وفترة الإرهاب يكاد يكون من الممنوع الآن من الممنوع من المستحيل فيما يخص قضية اغتيال الناس الله يرحمه في 25 جوان أنا كنت في فرنسا إذن كان جماعة اللي عيتوا اللي عيتوا اللي عيتوا من نايا من تيزي وزو وكان ديبوتة نوردين ايد حمودة يعني يعرف خويا وكان يطلق في تليفون قال يودي خوك قتلوه لجية الجماعات الإرهابية أنا سنتر ستلوان عاود وش قالوا لي قتلوا لجية في 26 جوان دخلت للدشرة كل حق للدشرة الأهل الأقراب والناس تعد للدشرة كامل قالوا انتي وين على بالك شكون اللي قتلوه هادي قتلوا لجية والله ما كش منها قاع على خطر الطريق الطريق في الولاي تيزي وزو في الجاية كانوا يقولوا الحكومة هي اللي قتلت الوناس معطو جاز الدفينة على الوناس خلاص ومبعد احنا كعائلة كسترجعنا شوية الأحصاب تحنا طمعنية دينة نفهم شوية سوكتو كيرجعونا السيارة شهر بعد اغتيال جابونا سيارته وأنا بصفتي حقوقية درت دراسات في الحقوق كي شت السيارة وكي هدرت مع طبيب شرعي شرعي صديق كين تساؤلات بدأوا تطرح من خلال وشفنا كيف هالثمانية وسبعين رصاص على التونوبيل ووسموا الطبيب الشرعي قالنا يودي تقتل صديق دو أبو بوغطن دونك أنا ويما وش طلبنا بفتح ملف اغتيال لونس فتح ملف تحقيق في قضية اغتيال أخي وطلبنا ب عادة شريح التلت لا لا رو بناء الواقائح رو 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 وطلبنا تحقيق باليستيك وكذلك لازم يديروا استجواب دونك الواديسيون الناس اللي سكنين في المنطقة وكذلك كل الأطراف السياسية في هذك الوقت اللي تنبؤوا ب ديفيريت كل واحد يقول لك شكونا قتلها نعلى بالي احنا واش طلبنا لازم العادلة ولكن الأطراف السياسية كلها رحت للجية أي تحمود سعيد سعدي كلهم قالوا الجية وكين الففس اللي قالوا الحكومة كينين بزاف يعني الأطراف خليدا حسين أي تحمد عندنا تصريح يقول في حوار يستحيل أن تتحدد مسؤولية الاختيال وللأسف لم يحصل تحقيق لكشف المسؤولين وشبه حسين أي تحمد اختيال معطوب الوناس باختيال الرجل الدين المسيحي كلافري في وهران في 96 من كان يعرف أن كلافري الذي ذهب ليرى وزير الخارجية الفرنسي في العاصمة سيعود فشأة إلى وهران وفي الوقت نفسه تنفجر في قنبلة ويقول من كان يعرف أن معطوب زوجته نادية وأختيها طبعا هما أصيبوا في العملية وهو توفى مباشرة ولكن تصريحات الأرمالينتاو قالت لك الارسي دي جبهت التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هما الذين ضقتوا لها بها نقول الجماعات الإرهابية اللي قتلوا ما تبلو ناس كدرت تصريح هذا أنا توجهت للعادلة قتلهم هذا س إن فرم دي تيموان لازم ضغط على شاهد للحصول على اعتراب على ما سرعت على هذه أنا طلبت من العادلة باش يعيطوا للناس هادو و يديروا استجواب شوفي بالي السياسيين خانوا معطوب والناس يعني ما وقفوش معاكم كعائلة في المطالبة تقول أنت ضد الحقيقة بس بالقبيلية الحقيقة لا يوجد حقائق نقول بالقبيلية سيدة ما كاش البلوريال الحقيقة كان هذا ما كان إعلنت كمناضر سياسي وتزعم راك في المعارضة أنت اللي تعارض عائلة تطالب الدولة بهدير تحقيق فيما يخص اغتيال الشقيق انتحا ومن بعد كي تهضر لي على سي مجنون وشنوي اللي حكمة لأنه هما الذين لا ما حكموش اللي هما يكتلوا هذا هو المشكل هنا هو المشكل شنوي في تصريح حتى يوم البروسي تحهم قال لك أنا نوردين ايد حمود هو لي جبني وقال لازم تقول بلي انت اللي قتلت ما تبلوا الناس أنا استسأل اللي نستأل وش يكون السيد ايد حمود هل هو هل هو محقق هل هو العدالة ام هو جست ديبوت وكان في حزب الارسيدي ومباد كملت يعني المشكلة ليست فقط مع السلطة وعودة يعني مطالبتكم بالحقيقة ولكن حتى من السياسيين اللي كان يقولوا أنهم أصدقاء مع طروب للناس هما لوقفوا ضد الحقيقة حتى في بلاد قبيل كانوا يخرجوا ديتراكت آنوني مع لينا يعني حربونا هما اللي حربونا علش كنا نطلبوا بهذه الحقيقة بصعب لك هما مقتنعين بالإلجية بالجماعات الإرهابية سيدة مليكة وينوت ما كاش مشكل ولكن في قضية في قضية إجرامية ما نقدرش نحلو قضية إجرامية باقتناعات لازم يكون هناك تحريات لهذا لجأت إلى مكتب فرنسي لتحريات وقبل أن ألجأ إلى هذا المكتب أنا حبيت نهضر على الشنوي ومجنود تفضلي اليوم في 2011 كيدروا لهم المحاكمة في محكمة تزيوزو كنا العائلة كانت تم إحنا قول لهم مش هادول يقتلوا منين جبتوهم كان تحقيق جبهم واحد السيد اللي جبهم لازم يكون هنا في العبار يقول لنا كيف هادو ما باسكو كانوا في الحبس مدة 12 سنة واش قال لنا رئيس لمحكمة تزيوزو قال لنا هادي ماشي قضية اغتيال معطو بالوناس ولكن هادي قضية شنوي ومجنون وهما كتبوا لهم مشاركة في القتل وأثناء المداولة نصرفنا كطرف مدني محبناش نكونوا طرف مدني قطعتم المحاكمة قطعنا المحاكمة وأثناء البلانية هذيك الجلسة الجلسة أو كممو اسم أخي تنتق به يا الرئيس المحكمة يا النائب العام لم يذكر لم يذكر إطلاقا وأبدا يعني هذيك المحاكمة لا علاقة لها المحاكمة كانوا يهدروا كيفش كان يهدر البروكورور اللغي بيبليك صدير النائب العام ولا رئيس الجلسة الجلسة كانوا سموها قضية الحال في 2011 حاكموا قضية واسمها قضية الحال وناشت في القاموس الحال ما واسموش معطوبلو الناس قضية معطوبلو الناس حتى الدركة لم طيب نسألك على نسألك على قضية ما قيل عن تدويلك للقضية واستعانتك بمكتب تحقيق فرنسي ولكن الصور يعني قلت بأن التاريخ صعب الصور أيضا صعبة صور الجنازة نعيد نذكر المشاهدين بها ونعود دايما مع سيدة ماليكة ماليكة سيدة ماليكة ما الهدف من التدويل القضية وما فائدة الاستعانة بمكتب تحقيقات أعتقد فرنسي يعني لماذا استعاننا بالمكتب الفرنسي اللي جبناه دايما اللي هنالتزاير بطريقة دونمانيا كلوندستين ما جلش بطريقة رسمية والهدف منه هو اكتشاف هو اكتشاف الحقيقة بسكو احنا ما راناش هنا باش نتهمه احنا واش نطلبه نطلبه بالحقيقة اللي عنده حقائق ولا حقيقة مرحبة ولكن قدام العدالة على هذا الاساس جبنا المكتب الإكسبرتيز اللي جا من الخارج واش دار مكتب الخبرة المكتب الإخباري المكتب الإخباري واش دار دار الاتود باليستيك على طنوبيل نتاعو وهنا صدر ادهارتنا ودرناها على النورم صدر يعني تقدر العدالة الجزائرية والعودة تفتحة الملف تستعين بها لأنها قانونية ولكن العدالة والسلطة دائما ضد تدويل ضد تدويل ولكن كيف حبيت يقولك لما رحت للتدويل أنت تشككين في العدالة الجزائرية ولكن مش كيد مش يتشكيك صدر كاني مهزلة قضائية ما كاش بروسي معطول في الأخر في الدوسية تاع قضية أخي إلي فيد ما كاش تولو على تنبؤات سولون جروب هادا جابونا واحد مي هادا ولحبنا نبنو دولة قانون نبنو دير بردم لازم نبنو على أساس صحيحة والدت خطبت الرئيس وطلبته بكشف الحقيقة ووعدها بكشف الحقيقة الآن بعد كل هذه السنوات هل توجيهين مجددا الرسالة كيف كيف كنشوف هذه المطالبة لرئيس الجمهورية وشقال هاليما كي كان الماش جيسكا في السنك جوية بخي 2011 2001 2001 قال هاي كاينة ربي بي بينسور على بلنا كاينة ربي ولكن إحنا نطالبه بالعدالة في الأرض باش كينت حاسبه عند ربي و ولا رئيس الجمهورية كي ما قلتها أخطرة أكي جرب الشيخ ده موضي تسنوتي يزيطة وتمللت هذا هو المشكل مع وتستمرين في هذه المعركة للمطالبة وهذه الاتود اللي درنا في براء c'est très important لحقو الزوج حوائي المكان سأدير إلي يوجد إلي إلي موضي تسرى القضية ثانيا اللي قتلوا أخي سيدي جون كي ماتريز لارممان اللغ الناس سأدير عندهم خبرة في استعمال الأسلحة التقيلة وإحنا واش نطالبه اليوم دوت فاس إلي إلي دوستور ولم دوستور ووالوا حتى حاجة ما تقدر تقاطعنا باش نطالبه بهذه الحقيقة ونكمله بالمطالبة طيب تكرنا الوالدة لأنه كانت عندها علاقة كبيرة نالجية شفها الله إن شاء الله وكان عندها أغنية نظن للوالدة نسمع مقطع صغير منها بسبب الوقت ونختم مع سيدة مالكة بعدها مباشرة الكلمة الأخيرة لك سيدة مالكة معطوب ستين سنة على ميلاد معطوب والناس ما يزال حتى الآن رمز كثير من الجزائريين ماذا تقولين في رأيي حتى قتلوا الناس اللي يرحموا اليوم لازم يعرفوا بلقتلوا الرجل ولكن الأفكار ما زالها وإحنا كمؤسسة معطوب كهائلة معطوب عندنا عمل تذكاري ولكن عندنا مطالبتنا بالحقيقة وما نسكنوش ممتاز شكرا لك جزيلا سيدة مالكة معطوب شقيقة معطوب والناس ورئيسة المؤسسة التي تحمل اسمها شكرا جزيلا لك على هذا الحوار أنتم أيضا يعطيكم صحة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر